السلام عليكم ورحمة الله بمناسبة المولد النبوي الشاريف نقول لكم ان شاء الله كل عام وكل سنة وانتم بألف خير وصحة وهناء ان شاء الله اليوم ندير معكم طمينا بطريقة تاعي وان شاء الله تعجبكم وتخرج لكم ما شاء الله رطبا حتى وين تبات حتى وين احطيتوها في اللاجة تبعوا معايا الطريقة والمقادير وان شاء الله تعودوا استعملوها شاك اشاك فوا عندكم اي مناسبة عندي السميد هنا متوسط طيميد شوية لرقيق حمصتو تخبيان في المقلة التاعي حتى ولا اللون التاعو اصفر ولا دوغي عندي كاس هنا فوق النص عسيلة والباقي كملتو بلا مارغارين ولا زبدة اللي عندكم والكاس الثاني يعني العسيلة هذي اللي ذوبتها معاكم دي جا درت فيديو معاكم ودرت لها وعطرتها بالقرنفول والرند وهنا عندي القرفة للتزيين ونحت داخل وثاني كحلوة الطرك وهنا في قدرة فوق النار درت لامغارين التاعي والعسيلة التاعي نخلطهم حتى يعني تجنسو تخبيان ما تعودش لامغارين التاعي تبان تتخلط بيا مع العسيلة التاعي هكا ونضيف تدريجيا السميد التاعي ولح بيتو تديرو العسيلة الصفرة هذي كبه هتخرج لكم صفرة يعني لطمينة تاعكم لو انتها اصفر ولا دوغي معليش انا نحبها كتخرج لي معهم وانا انا درت طمينة هذي الوليدي بايديها للروضة ورن نخدم فيها في الليل باي غدوة مندك ان شاء الله يديها وان شاء الله راح نصور معاكم الفيديو دورك في الليل هنا وغدوة مندك ثاني كنصبح ويلا صبحنا ان شاء الله على الاخير نوري لكم كيفا خرجت وقعدت رطبة مالقي غي احتطاف الثلاجة ونضير رشة ملح ما تنسوش الملح دائما في الحلويات ولا اي حاجة تديروها دائما الملح باي ما تخرش الماكلة تاعكم ولا الحلويات تاعكم سامتين وندير هنا القرفة يعني رشة قرفة خفيفة وندير الحلوة تركوا نقعد نخلط حتى يتجانس الخليطة تاعي بصح نصيحة خلوا الخليطة تاعكم تخلطوا فوق النار هكي كي كي زوجي دقايق باي ما تخرجش لامعقاغين والزبدة من فوق ما تتجمعش وتخرج فوق الطمينة تاعكم خلطوا خبية طمينة تاعكم وهكا دوك نحرك الصحنة تاعي بيدية وتتسوى كامل وتخرج متساوية وشوفوا طريقة وقعد هكا غير نحرك هكوش ضغوات هكا نصيحة تاعي تخرج يعني تتسجم وحدها ويخرج الشكل تاها شباب شوفوا رطبة ما شاء الله دوك نخليها كتريح نحقيص خمس دقايق ونبدأ نزينها معاكم طريقة يعني بسيطة جدا أي وحدة تقدر تسينا يعني لا يمكنش أي وحدة فينا ما عندهاش القرفة فقدار الأشكال الشكل اللي بغيتو اللي لا حبيتو ديرو اللوز الجوز أنا ما حبيتش ندخل بزف ليجو يعني بزف أذوق شغل غير الحواج اللي درتهم داخل الطمينة نزين بهم من الفوق ما نحبش نزين الطمينة تاعي بالحلويات بالأولى لدغاجي يبدلو لها لوقو كي نعودو نروح ناكلوها يتبدل ذوق تاعها شوفوا يعني تزين بسيط جدا لكن شباب وراقي بس حدوك هنا ما نقدرش نقطع معاكم هكا تشوفوا جبت يعني وريت لكم درتينو تخاصيتها كصغيرة من اللي قعد اللي من الخالد وريت لكم كيف أخرج طراطبة بعد ما بردت ونغطيها ان شاء الله بكيس بلاستيكي للكيس بابيفيل ونحطها في الثلاجة قدوة من ذاك هنا أصبحنا بخير وعلى خير نحيتها من الثلاجة واحد نصف ساعة هاكا ولطرطبة ثاني كي ما كانت شوفوا ما شاء الله يفقعد ترطبة يعني تبانيكم الفيديو في الليل ومبعد دوك هنا الصبح يعني من الضوء يعني تشوفوا إن شاء الله دوك تعجبكم وديروا لي اشتراك وتدعيوا لي بالخير إلى الملتقى إن شاء الله